التشغيل أهلا بك سيدي أهلا سيدتي وأيضا أهلا بك وأيضا أرحب بالأستاذ في الاقتصاد بجامعة الجزائر ثلاثة حميد علوان أهلا بك أهلا وسهلا شكرا العفو إذن البداية معك الأستاذ عراش إذن ما هو تعليقكم على هذه الدراسة التي قام بها الدوان الوطني للإحصائيات بخصوص تراجع نسبة البطالة مقارنة بسبتمبر 2015 فيما يخص النتائج التي عرضتها الدوان الوطني للإحصائي من خلال وكات الأنباء الجزائرية حول الدراسة الاستطلاعية لأفريل 2016 يعني كلنا نعلم أنها هي دراسات دورية أو دراسات استطلاعية دورية تقوم بها بعد تلك التي تم كشف عن نتائجها في سبتمبر 2015 كانت البطالة إلى 11.2 أصبحت من خلال مجموعة من المجهودات والإجراءات خاصة منها الإدارية والاستطلاعية لبعض القطاعات منها قطاع العمل والتشغيل والضامن الاجتماعي وغيرها من قطاعات لسيما التكوين مهني كذلك كان منتظر أن تنخفض نسبة البطالة وهذا بالنظر إلى ما قمنا به من خلال مجموعة من الإجراءات لسيما فيما يخص الهيئات تحت الوصاية نعلم جيدا أن مع نهاية أوثلات الأخير لسنة 2015 كانت صناديق ضمن اجتماعي منها كلاس وكلاس ونص قامت بمجموعة من الإجراءات لحث العاملين لتوجهوا لصناديق الضمن الاجتماعي لإدراع والتصريح بأنهم ناشطين كل هذا عامل من العوامل المهمة التي ساعدت على انخفاض هذه النسبة إضافة إلى ذلك ما تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل وهيئات الخاصة بالتشغيل تحتوي ساعة وزارة العمل هي توجيه طالبي العمل الذين يلجأون إلى الوكالات خاصة عند نهاية التكوين لسيما لدورة أفريل التكوين المهني هناك فئة من الشباب يتوجهون إلى الوكالة والوكالة تأخذ بعين اعتبار التنصيب أو التوجيه لهؤلاء من خلال منطرق منظوم معلوماتي جديد هو الوسيط الذي يسهل التنصيب والتوجيه إلى المناصب الحقيقية التي تناسب التكوين أو المؤهلات التكوينية لكل طالب هذا النسبة هذا العامل أو السيستم وسيط هذا النظام وسيط وكذا المعمول أو المدونة الحيرة فولمية المعمول بها كذلك هذا سهمه بقصد كبير في تنصيب طالبي العمل الموجهين للمستخدمين من قبل كنا نوجدهم مجموعة من طالبي العمل يتقبلهم لأن التكوين ليست تكوين المطلوب من طرف هذا المستخدم من طرف المتعامل الاقتصادي إلا أن اليوم نسبة الاستجابة بلغت فقط 85% للعروض العمل أي أن عروض العمل التي نسجلها على مستوى مختلف الوكالات التي هي 268 وكالة على مستوى الوطني بلغت نسبة الاستجابة الفعلية والتنصيبات الفعلية لهذه الطالبات هي أكثر من 85% هذه النسبة لم نصلها من قبل جيد الأستاذ حميد علوان هل هي مفارقة أننا في عز أزمة مالية التي تنادي بضرورة التقشف نشوف تراجع نسبة البطالة مقارنة بالسنوات الماضية ونشاهد بحبوحة مالية شكرا جزيلا للأخت الكريمة على هذه الاستضافة وأحيي المشاهدة الكريمة من هذه القناة الكريمة بتحية الإسلام فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا أما فيما يخص الإجابة عن السؤال ما تم التصريح به من طرف الديوان الوطني للإحصاء هذه التصريحات بطبيعة الحال ونحن ربما كخبير اقتصادي كدارس لعلم الاقتصاد وما أجد تناقض موجود في الواقع الاقتصادي لأننا دائما نربط بمعدلات أو بمؤشرات اقتصادية هذه المؤشرات الاقتصادية والتي يعرفها كل واحد درس شوية علم الاقتصاد رح يفهم هذه المؤشرات أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات وانخفاض معدلات البطالة بحيث هي علاقة عكسية كلما ارتفع النمو الاقتصادي يتم انخفاض معدلات البطالة وكلما انخفض معدلات النمو الاقتصادي بطبيعة الحال يرتفع معدل النمو الاقتصادي بق إذا كانت هذه الدراسة هي دراسة علمية بنية على دراسة اقتصادية محظة هذه الدراسة يجب أن تكون لا تتناقض مع الواقع ونحن نعرف كل أن مؤدلات النمو الاقتصادي في الجزائر نخافضت فرابور السنوات الماضية إذن هذا جانب واحد الجانب التاني إذا كنا نتكلم عن البطالة من المنطق الاقتصادي هل هناك فعلا تشغيل تام للفرص العمل أو لقوة العمل المنتجة للطروة هنا نتكلم عن قوة عمل ربما بطريقة ما وكأنها طريقة اجتماعية لأن هناك مقاربتين هناك التحليل الاجتماعي لبعض الأوضاع أو ما يسمى بالبطالة وهناك التحليل الاقتصادي يمبني على وقاعة ومعطيات وأرقام هذه الأرقام ربما كل الخبراء يعرفوا بأن الاقتصاد الجزائري مبني على الريع البترولي وأسعار البترول انخفضت وهذا ما دل ما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي بأنه تنبأ في سنة 2014 بين سنة 2014 و سنة 2015 لما قال بأن انخفاض أسعار البترول ستكون بنسبة معينة وأكد أن معدلات البطالة في الجزائر سترتفع وفعلا ارتفعت من 10.5 إلى 11.5 هذا بين السنوات الآن نحن في الأزمة كلهم السياسيين والوطنيين والجزائرين كلهم يعرفوا أن هناك أزمة اقتصادية في الجزائر خزينة الدولة بتصريحات السياسيين أن هنا فيها عجز في خزينة الدولة بعض المشاريع جمدت إلى آخره كيف هذه الأرقام درقي صوف إذا كان حساب معدل نمو معدل البطالة إذا كان بطريقة ثانية إذا كانت طريقة الكلاسيكية والطريقة المعروفة عند عامة الناس والذي نفس الديوان كان يأكد بهذه الأرقام إذا كانت هناك بطالة لأن كل الدراسات تقول أن الدول العالم الثالث بيش توصل تخفض في معدلات البطالة يجب أن تذهب إلى رفع معدلات نمو من 6 إلى 7% وهذا مستحيل لأن هيكلة الاقتصاد في هذه الدول والجزائر من بين دول العالم الثالث بطبيعة الحال لا نوصل إلى هذه المعدلات إذا صح بحثنا في التحليل الاقتصادي البحث سيد عرش نحن نعلم أن الديوان وطني للإحصاء هو مؤسسة مركزية للإحصاء بالجزائر يعني يعتمد على نشر ومسح الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد يعني في رأيكم على أي أساس أو على أي معيار تم الاحتماد في هذه الدراسة والله أنا أحبت بركنا نسح واحد الطريقة العلمية التي قام يعني استرطت منها النتائج هذه المعروف عن الديوان وطني للإحصاء أنه يقوم بدراسات ميدانية أي مسح هو المسح تقوم به بخصوصيتين هي الفطرة الزمانية المحددة في أفريل وكانت دورية كانت سنوية كانت في سبتمبر في السنوات الأخيرة أصبحت تقوم بمسحة مرتين في سنة في سبتمبر كانت في ترى يسيس كونا بالنفيرو دي ريفيرانس لتدير بها مسحة لفئات المجتمع حتى تستخرج بجمع من المعلومات وهذه المعلومات تدرسها وتنشر من بعد تنشر نتائج المسح تحا هذا هي الصورة للإنفورماتي فيما يخص مثال نعطيكم وكالة وطنية عندنا أرقام من الموسى نعطيك أننا عندنا 924 ألف طالب عمل مسرجل في البطاقية على الوكالة يعني نقدر نسميهم لك هي أرقام من الموسى ولو أن هذا الرغم وهو يقارب الأرقام المصرح بها من طرف ديوان هذا ما يعطي المستقية لكلتا النتائج أو لكلتا الأرقام التي تصدر عن المؤسساتين هذا من جهة ومن جهة ثانية أننا نقول لم نلحقناش فيما يقص ما هو عليه الاقتصاد يعني من الصدف أن اليوم أصدر من دولة من دول المجاورة يعني على الضفة الأخرى نسبة البطالة حتى اليوم أصدروها نسبة البطالة إن خفضت إلى 20 بعدما كانت تفوق الـ 25 يعني في إسبانيا نفس اليوم يعني كان انخفاض حتى هي عندها مشاكلها وإلى عدنا إلى جزائر طبعا نقول أن هناك ترشيد للنفقات لنحقناش عن درجة تقشف عن تقشف لأن تقشف عنده إطار محدد يعني عنده خصوصيات فيما يخص ترشيد النفقات كل ما قامت به مختلف القطاعات لسيما لأن صحيح أنه كان نزيد نأكد ما قاله الأستاذ فيما يخص عنه هو سيكتور إيكونوميك سيلويكي كريلون بلوا ولو أنه عندما تنخفض سعر البترول هذا قد يكون فعل إيجابي وحقيقة كان رد فعل إيجابي من طرف المتعامل الاقتصادي كيف أن الناس اللي كانت تستورد صبحت من الحتمية تحب تنجدها في الوطن يعني محلي إلا توجهت لإنتاج المحلي بدون شكرة حتى تلجأ إلي طالبي العاملة وهذا من نتائج كذلك اللي جعلت أو دفعت هي مجموعة من العوامل من العوامل اللي دفعت حتى نسبة البطلة تنقص وممكن تنقص إلا شفنا الوثيرة ترشيد النفقات هذه موجهت إلى رفع من المستوى لمنتوج المحلي ومن بدل مجهود أكثر من طرف المتاعمل الاقتصادي حتى في عضم يستورد يعني في عضم يلجأ إلى الاستيراد ينتج محليا المواد اللي قادر ينتجها هنا بوسائل سواء فيما يخص مواد الأولية أو الموارد البشرية ليقدر يقها في العاملة التي تتكلم ما هي عندنا في البيطاقية جيد سيد عرش أستاذ علوان نحن نعلم أن تشجيع الاستثمار لابد منه من أجل خلق الطروة وأيضا توفير يد عاملة يعني الاستثمار بحد ذاته كما قال سيد عرش أنه يساهم في تخفيض معدل البطالة نحن نعرف بطبيعة الحال هذا تحليل منطق وعقلاني والأرقام أنا عندي الشك فيهم ربما الأرقام تكون صحيحة وخاطئة أو عندي شك فيهم لأن في نهاية المطاف هذه الأرقام قلت لك إذا كانت دراسة دراسة اجتماعية تكون عندها توقعات أخرى أما إذا كانت دراسة اقتصادية فعندها أبعاد أخرى وعندها مواطعيات ومؤشرات حين نعرفه في عالم الاقتصاد نزيد نأكد عليه أن العلاقة موجودة بين معدلات النمو الاقتصادي ونتكلم الأخ الكريم على إسبانيا إسبانيا اقتصادها لا يعتمد على أسعار البترول في نهاية سنة 2015 فقط اللي بدينا بريموند دخلوا في أزمة وحتى الحكومة ما تعرفها أن السيسلال يأكد بأن هناك أزمة مالية في الجزائر بحيث مش الأزمة بالنوع اللي توقفنا عن الدفع لمؤسسات الأخرى ولكن هناك بعض المشاريع اللي توقفت التوظيف في الوظيف العمومي توقف وأنا عندي دليل حي مثلا نعطيك مثال فقط هناك قانون من المؤسسة اللي هي وطنية ولي كانت تدعم تشغيل الشباب كانت تأمر عن طريق الضنام هذه المؤسسة تعمل تعليمة أن مثلا اللي ينجحوا في الماستر نحن مثلا في الجامعة الجزائر هنا الوسط فقط كان أكثر من خمسة لافة يعني طالب الماستر لما يجي يجي للدراسة يقولون له تخير إما تشتغل إما تروح تدرس هذا الدليل الكبير أنه ما عندناش سوق مفتوح للعمل هذا أكبر دليل حتى الناس اللي يدرسوا في مصر ومصر سنتين يعني اقتصاديا كيف هذه قوة العمل حتى في فرنسا في الدول الأخرى كالترافايا ميطان اللي هو أوفيسيال في الجزائر تكون طالب ولا تخدم عن طريق لانهم لأن المشكلة بالدرجة الأولى أنا ما عنديش شك بأنه بالدرجة الأولى هي مشكلة أموال لأنه تكلموا على الاستثمان تكلموا على رؤوس الأموال هذه رؤوس الأموال الآن في الجزائر ما لدينا من رؤوس أموال هو نسيروا المشكلة بعد ثلث سنوات لأن الخبراء يتنبقوا باللي ممكن تكون أزمات أخرى إذا نخافضت الأسعار على ما عليه لأنه باش نهيكلوا اقتصاد معين من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي واقتصاد منتج مش بخاتب سيدن السليمان مش بعصاموسا بل هو هيكلة اقتصاد من الدرجة الأولى أننا نبدأوا في أولا الذهنيات الجزائريين كذلك الاقتصاد هناك دراسة موجودة لدى مؤسسة اللي هي مؤسسة علمية الكرياد اللي موجودة في بزرعة عندها دراسة تقول بأن حوالي عملت دراسة على 7000 مؤسسة لقات حوالي 45% من العمال غير مصرح بهم يعني يشتغلوا في القطاع الغير رسمي إذن هذه الإحصاءات أنا أكون سعيد جدا لما تكون هذه الأرقام وينخفض معدلات البطالة بدليل مع العلم أن الاقتصاد تعناره غير رسمي الأرقام غير رسمية لأن اللي مفورمال تقدمش تعدهم ونحن نعرف كلنا أن فئة من الشباب الجزائرين وما يشتغلوا في قطاعات غير رسمية وحد دير طاب في المرشي وحد يقوم بأعمال وهذه الأعمال من قدرونش نحصيها لأنها داخلة في اللي مفورمال إذن إذا حصينا هذا العدد ما عندنا بطالة الانخفاض سيكون أكثر إذن هناك أدلة تقول بأن البطالة موجودة في دول العالم الثالث عن طريق صندوق النقد الدولي والبنق العالمي يقول توصل في السنوات المجال إلى غاية 13-14% معدلات بطالة في دول والدول الجزائرية هناك خصوصية في دول البترولية لأن مناصب العمل هي مؤقتة ومن ثم لازم نعود ونرجع إلى التعريفات الأولى اللي ما معنى البطالة ما هو التعريف البطالة أو ما معنى التعريف الشغل عالم الشغل القدرة عن العمل أولا القدرة عن العمل يعني الأشخاص اللي يتجاوزوا 18 سنة إلى غاية أقل من 60 سنة اللي هما يعني في السن بشيرو حولترات هذه الفئة هي اللي نقولوا عليهم أنها تقدر تشغل ثانيا هي تطلب بالشغل هذه الفئة لازم تطلب بالشغل احنا ما عندناش مثلا دي بيرو مفعالة لأن مثلا تروح إلى دولة أخرى أن كل ما يشتغل في المؤسسات هو عن طريق هذه المؤسسات أو لايئات كذلك عندي الودي حط بين قوسين فقط نقول بأن المعهد الوطني أو الديوان الوطني للإحصاء شيء جميل جدا أنه عندنا الديوان وطني يعني يعني مؤسسة كأنه مؤسسات تابعة إلى الدولة الجزائرية لنظام الجزائرية الأخيرة لكن احنا ما يريد الخابير الاقتصادي أنها أرقام فعلية حقيقية سوقية هذه الأرقام من نجيبوها يريد تكون هيئات مستقلة هذه هيئات مستقلة التي تدير صبر الأراء والتي عندها أدواتها وتحليلها وقحها العلمي أنها توصل لنتائج ونطيق أكبر دليل أن هذه الهيئات في فرنسا مثلا في الانتخابات يديروا صبر الأراء وقبل أن تخرج النتائج يقول توصل لنتائج كذا ويكون نسبة لتفرق تقارب كبير هذه الهيئات في الجزائر غير موجودة وعلى هذا أنا ربما نطالب من هذا المنبر أن هذه مؤسسة التي هي مؤسسة علمية مثلا عندنا معهد الإحصاء في الجزائر هذا المعهد يجب أن تكون هيئة تابعة لهذا المعهد المعهد الإحصاء اللي هو علمي يدرس الإحصاء ولوشيش أوبراصيونال إلى آخر كل هذه الهيئة هي اللي لازم تعمل أرقام وتبحث عن الواقع الاقتصادي وتمدلنا وقع الاقتصادية حتى للمحل الاقتصادي لما يوضع وصفة اقتصادية أو للسياسيين أو للخبراء رح يمد نتائج تكون فعلية وتوصل إلى نتائج سيدة عرش استمعنا لرأي الأستاذ علوان قال أن الخبراء الفاعلين الاقتصاديين هم أكيد سهموا في رفع نقص نسبة البطالة خصوصا في هذا الوضع الراهن يعني انتهى عهد تبعية للنفط نعم تمدوا على الانتاج المحلي الوطني أيضا نقطة أخرى مهمة أن وزارة العمل كانت قامت أنه آخر أجل من أجل أرباب العمل يعني نعم يعني اكتشفوا ولا بالعكس يعني يكون تصريح بالعمال للصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية كان في 31 مارس الماضي يعني كيفاش كانت تجاوب أرباب العمل مع هذه العملية وأيضا الاحتراف والتصريح بالعمال هذا أيضا ساعدكم أنتم كجهاز مهم جدا يعني جهاز سهم في تشغيل عدد كبير من خريجي الجامعات الوطنية وأيضا يعني حتى الأشخاص اللي ليسوا حاملين لشهادات عليا فيما يخص ما قابل بها عن الوزارة العمل أو من خطف الهيئة تحت الويصاية قبل ما نعود لها أنا أحبت أن أكد على ما قال الأستاذ أن هذه التفسيرات هذه كلها هي من نظرة العلمية يعني صحيح أن كل خبير كل باحث يعني ما يطلبه الأول هو أن تكون عنده معلومات تكون معلومات الأرقام والله العظيم فيما يخص كي يكون مسح يقوم به الديوان الوطني الإحصاء كي يكون مسح كي يصدر نتائج تاوه ما تقدر ما تقدر تكون إلا وقعية يعني بمعنى ومسح على شريحة معينة من المجتمع يعني وهذه النتائج أنا أحب أن هي نقوم برك بعملة إسقاط هذه النتائج على المجتمع الجزائي بش نخلصه إلى نتائج أخرى فيما يخص المراكز هذا ما نساوله أن تكون عندنا منابع للأرقام حتى نحن 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 فيما يخص نعود نرجع للنسبة المؤلنة عليها فيما يخص بعين اعتبار سواء العمال أو الباحثين عن العمل من خلال كناك أونسا جولانام هذه الكامل يقوموا بعين اعتبار متطلبات وطلبات هذه الفئة أو هذه الشريحة التي تسعى إلى والجعل بالشغل هذه من جهة ولكن هناك هيئة أخرى هي صناطيق ضمان اجتماعي سواء للعمال الأجراء أو للعمال غير الأجراء التي قامت بحملات تحسيسية وتوعوية مباشرة سواء متعاملين اقتصاديين للتصريح بنشاطهم وكذلك متعامل للتصريح بالعمال الذين يشغلون المناصب على مستوى هذه المؤسسات هذا من جهة وكذلك فيما يخص للصندوق وطني للعمال غير الأجراء قدرت النداء وجهاته نحن كنا نعرف بكلفة الأحياء تقعنا كين مصلح الكهرباء مصلح السيارات ما هو مصرح به كين النشاطات هذا فيما يخص ديوان وطني الإحصاء من قدرون نعطبره ما هو مصرح به ما هو بطال ولكن في الحقيقة هو شغل من خلال الحملة والأعمال التي قاموا بها الهيئة تحت الويساية صبح من تعداد يدخل في إطار العمال يعني صبح عامل يعني ما هو بطال هذا الأعمال هذا الإجراءات هذه دفعت بهم باش يروح يصرحوا بأنهم نشاطين بأن لهم نشاط وكل هذا الشي دفعت باش في الدراسة الميدانية اللي قامت بي ممكن أن كانت فئة من الشريح التحى من هؤلاء كالناس اللي يقول تروح لديه وقول أنا مانيش خدام أنا مانيش هو عنده نشاط هذه هذه الفئة التي تخدم في غير المعلن عنها استطاع استقطابها سواء صندوق الوطني العمال أو غير الأجراء هذه حمل تحسيسية قامت بها وزارة العمل وتشغيل ضمان اجتماعي إضافة لما تمت العمل به خاصة في قطاعات أخرى كذلك اللقاءات الجهوية لوزير الداخلية وجماعات المحلية مع كل قطاعات النشطة سواء في الجنوب أو في الشرق أو في ولاية الغرب والوسط حثت المتعاملين اقتصاديا على المستوى المحلي للبحث النشاط ومهذا المنظو كذلك وزير العمل وتشغيل ضمان منذ بداية السنة حث الهيئة تحترويساية للعمل وحثا على العمل والبحث والتحري فيما يخص خصوصيات سوق شغل محليا وشن هي ليد العامل اللي يحتاج منطقة ما على منطقة أخرى ولاية معلة ولاية أخرى هذه خصوصيات نتائج البحوث والدراسة التي نقوم بها نحن كوكالة وطنية للتشغيل شرعنا في دراسة تستطيع النشطة حتى نستخرج الحيتيات على سوق شغل وخصوصيات على سوق شغل ولكن كذلك ما هي تطلعات سوق شغل على المستوى المحلي وما هي المهن والحرف التي سيحتاجها في سنة أو في شهر أو في مدة معينة مستقبلية هناك نظرة مستقبلية حتى نحدد توجه سواء تكوي المهني سواء تعليم على كذلك وأنك خرجي الجامعات في مناطق خصوصا هذه السنة مع وجود عدد كبير من خريجي الجامعات هذه السنة أنتم كجهاز جد حساس الباب الأول الذي يطرق فيه هؤلاء الخريجين يعني الباب هي العنام يعني وش حضرته لهذا الخريجي الجامعات حالا فيما يخص الوكاوط التي تشغيل استبقنا نوعا ما للأمر لأن كان مشكلة تعتاري بلا في الذهنية الجزائرية أن الطالب عندما يتخرج أو خاصة لخرجوا من سواء تعليم ثانوي لما نجحوش في دراساتهم يتوجه مباشرة عندهم فكرة يدخل سوق الشغل في هذه الفئة هذه عندنا حملات تحسيسية وتوعاوية تجاه هذه الفئة لما نجحوش في دراساتهم بش نحولوها بمساهمة مركز تكوي المهاني حتى تحول في عود من يروح يطلب منصب عمل يروح يقوم بتكوين إلا أن هذا التكوين بالدراسة المحلية سننجه في مجال المطلوب في المنطقة التاو لأن حتى يكون مباشرة بعد نهاية التكوين سيدخل سوق شغل مباشرة سيدخل الحرفة أو المهنة التي سيتكون من أجلها بمجرد حصولها على الشهادة سيدخل مجال شغل وتأخذ وتوجه بالنسبة لخريجي الجامعات هذه السنة وربما يتبعوا فينا وش حضرت لهم كبرنامج ووكلة التشغيل فيما يخص خريجي الجامعات كان النظام المعلوماتي الآن اليوم الحمد لله يفتح لهم المجال حتى لا يقصدوا الوكالة عن بعد يمكن يطلع حتى على عروض العامة الموجودة التي هي في بطاقية العروض الوكالة يقدر يطلع عليها سواء محليا أو حتى وطنيا يشوف المنصب أو المجال متخصص فيه يقدر يطلع أولا وثانيا فيما يخص التشجيل يوجه من خلال عاملين هو النظام موسيط الذي يوجه مباشرة ووفق التخصص يوجه إلى مصاب عمل الذي يوفق وخصوصيات أو خاصية الشهادة من جهة وكذلك نمجه من خلال المدونة الجزائرين للمهن والحلف منها حتى عرض المتعامل الاقتصادي اليوم لا يجيش يقول لك نحتاج مهندس معماري الآن حتى المهندس معماري الداخل يعني هناك أصناف المهندس المعماري هذا الأصناف تشهد طالب الجامعي المتخرج الجامعي اللي تخرج حديثا يلجأ أولا أو يسجل في البطاقية طالبي العمل وثانيا يأخذ بين يتباه سواء فيما يخص التوجه وكذلك حتى نقتر عليه تكوين تكميلي كمهندس معماري نفضله أن نوجهه حتى تكون في اللغة الأجنبية باش يكون تنصيب بتاعه أسهل وسهل لدى المتعامل الاقتصادي نعم جيد شيء جميل سيد عراش في الختام يعني هل لكم إحصائيات بخصوص جهاز مهم لهو وكالة وطنية لتشغيل أنام يعني وماذا يمكن أن تقولون قبل الختام يعني حبيت نذكر بليه وش طرقنا في السابق يعني دراسات الميدانية نقوم بها لنا عندنا أسبوع نطرقنا في دراسة ميدانية فيما يخص مدينة وهران نعم رح ندرسه حيثي تسوق شغل المحلي على مستوى وليت وهران لماذا وليت وهران نعم عاملين أساسيين هو هي مدينة سياحية وفي أوج مرحلة الاستياف يعني رح ندرسه عندنا ندرسه لهيئات سياحة المستقبلة للسواع واشن هي المهن التي تشكو منها ما كانش ما عندهم وش حتى نكونهم بمساهمة الوزارة المهنية ومعهية تكوين حاجة الأولى وثانيا احتياجات المدينة علما أن المدينة ستحتضن حدث رياضي على بعد سنواتها في 2020 ستحتضن البحر الأبيض المتوسط يعني من الآن نستبقنا شوية الأمور حتى نعرف متطلبات شوق شرعة مستوى مدينة وهران هذه الدراسة التي انطال قطرنا في سيطوب إن شاء الله تكون عندنا نتائج وللإشارة أن مدينة وهران هي من أكثر ولايات الوطن التي لها قاعدة سياحية تحتوي على عدد كبير ومهم من الفنادق السياحية حتى الدراسة سوف تخص معظم الولايات الأخرى ستتعمم على باقي الولايات الوطن وسوق الشغل المحلية نعم شكرا لك سيد عراش أستاذ في الختام جميل أن نشوف أن نسبة البطالة تنخفض في الجزائر هل ربما سنجد أن نشوف يعني انخفاض آخر يعني كيف ستشوف السوق الجزائرية مستقبلا أولا لما نتكلم على السوق العمل يجب أن يكون مفتوح على مصرعيه لما ننتقل من اقتصاد اقتصاد اشتراكي الآن أثبت كل الأدلة تقول بأن يجب أن نفتح أسواقنا نفتح السوق عاملنا نخلو الخواص نخلو الخواص يشغلوا وأدم سميث كان قال لنا مقولة شاهرة لسيطاسي لسفار دحو يعمل دحو يعمر أولا لازم يعتقد الجزائري لأن لما نقول الإنسان راهو يشتغل هل فعلا ينتج الثروة هل الجزائري اللي يروح لشغل المكان العمل هل يشتغل فعلا هل ينتج فعلا لازم هذه الدهنية تنحى لأن معتناش بلاد وحد أخرى من غير الجزائر ولهذا يجب على الجزائرين أنهم يفهموا بل وقت الريع البترولي ممكن جدا قد وله قد وله وانتهى ومن ثم يجب أننا نخلق مناصب الشغل دائما الجزائريين الأخ الكريم يتكلم على مراكز تكوين مهني وهذا شيء جميل جدا لأن سوق العامل اليوم في الجزائر اللي هو سوق البناء حتى اللي فرنسي يقولوا يعني تلقى فيه الهنودة الشناوة تلقى فيه الأطراك كل هذه الأجنس موجودة في سوق العمل إلا الجزائريين تلقىهم إما حارس إما كدا إما شوفيرهم وهذا مرفوض قطعا في عالم الاقتصاد لأن عالم الاقتصاد مبني على أنك تخلق الثروة من سواء الجزائريين ومن عقول الجزائريين ومن ثم بطبيعة الحال إذا ولا منظلش أن الإرادة السياسية موجودة لدى السياسيين لأن اليوم أدول بطبيعة الحال وأنا دايما أؤكد أننا نخرج من الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي الاقتصاد الشفاف هو الميزان هو اللي خلينا نوضع الحجر الأساس إلى اقتصاد جزائري مبني على خلق الطروة والإنتاج وليس العكس هو مجتمع للاستهلال وشكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ لجمعات الجزائر حميد علوان وأيضا الشكر موصول لسيد محمد عراش المدير المركزي المكلف بالإعلام والدراسات بالوكالة الوطنية للتشغيل أنام إذن مسؤولية كبيرة على عاتقكم في مجال الشغل شكرا جزيلا لكم إذن